اشتركوا في القناة اعرض سمو خلال لقاء رؤية الهيئة العامة للرياضة وخططها لتطوير الرياضة في البحرين مشيدا بقيام الحكومة المقرة بإدراجها للقطاع الرياضي في محور الخدمات الاجتماعية ضمن مبادراتها لبرنامج عمل الحكومة للمرحلة القادمة بما يسهم في رفض قطاع الرياضة الذي يلقى دعم واهتمام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه انطلاقا من رؤى جلالته لدعم المواهب والطاقات الوطنية في إطار المسيرة التنموية الشاملة وما خلال لقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف الشؤون المتعلقة بالرياضة من جانبه أعرب سعادة السيد حمد بن فيصل ملكي عن تقديره للجهود التي يقودها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة للإسهم في تطوير الرياضة في مملكة البحرين والتي حققت انجازات بارزة خلال الفترة الأخيرة وكدا الحرص على دعم القطاع الرياضي لتحقيق المزيد من المكتسبات في هذا المجل ترجمة نانسي قنقر